اشتركوا في القناة تبشرني بقدوم السعادة في كده عم الشيخ نعم إن شاء الله تبارك وتعالى وكنا احنا تكلمنا في الموضوع ده في أكثر من اللقاء سابقا على القناة لكن هذه الرؤية جميلة جدا وطبعا هذه الرؤية التي تبشرني بالسعادة لازم نفهم إن الشخص ده مكروب ونفسه يسمح حاجة تفرحه يعني هو مش شخص عادي عايش حياته عادي ما عندوش أي مشاكل وده وارد برضو إنه يحصل لكن الأصل حينما ترى هذه الرؤية اعلم بأنك في المداية مكروب والله سبحانه وتعالى أعطاك إشارة لقدوم السعادة أول رؤية معنا وهي رؤية النوم على الورد الله على هذه الرؤية تشوف ورد كده مفروش سواء بقى على السرير ولا على الأرض وانت نايم عليه هذه الرؤية جميلة جدا تبشرني بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى من الأشياء الجميلة التي تشترى في المنام ويكون معناها أن هناك سعادة قادمة إلي حكتني اتنين الموبايل أو التليفون والتورطة فكون إني أرى في المنام شراء التورطة أو شراء الموبايل أو التليفون هذه الرؤية سواء إذا كانت هذه أو ذاك فهذه الرؤية تبشر بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى الرؤية اللي بعد كده ودي غريبة وهتفزع المرأة المطلقة فهذه الرؤية خاصة بمين بالمرأة المطلقة رؤية الفيضان الفيضان لكتير من الأشخاص التانية بخلاف المرأة المطلقة بالنسبة للمتزوجة أو البنت العزباء أو الرجل أو الشاب الأعزب الفيضان أحياناً بالنسبة كبيرة جداً بيكون رؤية مزمومة أو بتكون رؤية مزمومة مع اختلاف سياق الحلم طبعاً لكن المرأة المطلقة لا سبحان الله العظيم وهو فيه رؤية كده بتبقى خاصة ببعض الناس دون عن بقية الناس زي مثلاً الحفرة الوقوع في الحفرة لكل الناس مزمومة إلا البنت العزباء بتبشرها بالزواك فهكذا المرأة المطلقة في هذا الموضوع في قضية الفيضان هذه الرؤية تبشرها بقدوم السعادة إليها في الفترة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية شخص يهديني مرأة عارفين المراية أو المرأة اللي احنا بننظر بها ومعنا عشان نسرح أو نعمل أي حاجة فهدية المرأة في المنام تدل على قدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الجدة وهي تنام على سريري طب الرؤية دي المين بصفة عامة لجميع الناس ولا الأشخاص معينة لا لأشخاص معينة للعزاب للشاب الأعزب أقول بنت العزباء فالبنت العزباء لما ترى جدتها بتنام على فراشها أو الشاب الأعزب يرى اللي جدته بتنام على فراشه فهذه الرؤية تدل على قدوم السعادة إن شاء الله رؤية الصور الأبيض أو السياج عندي بيت فبعمل عليه صور فالصور الأبيض يدل على السعادة طب لمين للمرأة الحامل رؤية الحبل المتين القوي هذه الرؤية تبشرني بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى فهي رؤية في غاية الجمال الرؤية اللي جاية دي سبحان الله العظيم اتسألت فيها ولما جاوبت صحابتها ما كانتش بصدق إن هي تدل على السعادة وهي رؤية الغسيل وهو على حبل الغسيل طبعا كلنا عندنا موضوع المنشر أو الأحبال اللي بنضع عليها الثياب بعد ما بنقوم بغسلها فرؤية هذا المنظر هذا المشهد يدل على قدوم سعادة رؤية الغسيل وهو على حبل الغسيل منشور فهذه الرؤية تبشره بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية اللي بعد كده وهي رؤية الصحراء طبعا الصحراء غالب عليها لون الأصفر عشرين الرمال فجأة تحولت هذه الصحراء إلى أرض خضراء بدأت أشوف فيها شجر وزرع وواوة وثمار هذه الرؤية تبشر الرأي بقدوم السعادة عليه إن شاء الله تبارك وتعالى طيب رؤية البيت القديم وهو جديد جداً هذه الرؤية تبشر الرأي بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى عليه من أسماء الله الحسنى التي تدل على قدوم السعادة وكل أسماء الله الحسنى جميلة ومعانيها جميلة لكن الاسم الذي يدل على قدوم السعادة وهو اسم الله الحليم هذا الاسم يدل على قدوم السعادة إن شاء الله أيضا الرؤية القادمة حينما أرى أنني أضع حناء على شعري وضع الحناء أو الحنة على الشعر تدل على قدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى وقضية الحنة الرؤية اللي جاء دي خاصة بالمرأة المطلقة والأرملة الرسومات على الجسم للمطلقة والأرملة بالحنة مش بالواشم الواشم رؤية مزمومة على فكرة فالحناء رسومات الحناء على الزرع أو القدم أو الكاتف أي أن كان مرأة يعني في المنام بالنسبة للمرأة المطلقة والمرأة الأرملة في رسم الحنة على جسمها هذه الرؤية تبشرها بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية اللي بعد كده رؤية الخياطة عموما للمرأة المطلقة والمرأة الحامل والمرأة مطلقة أرملة حامل التلاتة دول لو شافوا قضية الخياطة تبشرهما أو تبشرهم بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية اللي بعد كده وهي رؤية امرأة عجوز وأرى هذه المرأة العجوز اللي هي كبيرة في السن تضحك وتبتسم والله من أفضل الرؤى إنك تشوف شخص كبير في السن بيضحك لك ويبتسم ليها معاني كبيرة جداً ويمكن الرؤية دي أنا ذكرتها في أكثر من موضوع سواء بقى غنى سواء سعادة سواء قدوم مال سواء رزق الرؤية دي موجودة رؤية امرأة عجوز كبيرة في السن تضحك وتبتسم فهذه الرؤية تبشر لي بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية البيت الكبير بالنسبة لبنت العزباء بيت كبير جداً وجديد فهذه الرؤية تبشرها بالسعادة وبقدوم السعادة إليها إن شاء الله رؤية الجوارب البيضاء للمرأة الحامل الجوارب باللهجة المصرية بنقول الشربات اللي هي بتلبس في القدم أعزكم الله علشان ألبس الشوز أو الجزمة فالجوارب البيضاء للمرأة الحامل تبشرها بقدوم السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية اللي بعد كده وهي رؤية غسل السجاد في المنام تبشر بقدوم السعادة رؤية العملة العصرية في هذا الوقت للمرأة المتزوجة مش عملة قديمة يعني بتتعامل بالجنيه بالدولار باليورو بالريال بالدينار يطلع زي ما يطلع العملة العصرية للمرأة المتزوجة تبشرها بقدوم السعادة أخر رؤية معنا وهي رؤية ظهور شعر في الوجه للمرأة الحامل هذه الرؤية جميلة جدا تبشرها بقدوم السعادة إن شاء الله انتظرونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر